أصدقائي العزاء صباح الأنوار صباح السرور صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا من مسرية الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان الأخة أم عبدالله توجه رسالة إلى السيد السوداني المحترم تقول أنا قبل لا أبدي بالموضوع أريد أن أقولكم على فتشغلة الجيراننا جيراننا عنده سيارة موقفها بالباب شايلها طبعا خل مكان التائرات أربع بلوقات ومحرك ما بيها بنزين ما بيها مي ما بيها مكينة ما بيها تائرات ما بيها كل شي ما بيها بس اسمها سيارة فتحدثت هي طبعا تقول تقول تحدثت و هي زوجة جيراننا أم علاوي قلت لها خي أم علاوي شنو هاي السيارة أم وقفها بالباب لا بيها تائرات لا بيها محرك كل شي ما بيها حتى لايتات ما بيها باتر ما بيها شنو خال ليه ليش يتي تقول قلت لي خي هاي السيارة على أقل لها اسمها السيارة عدنا حتى اللي يطوب يطلع ليجي يروح الولد البنات يحشون يقولون عدنا سيارة فتقول آني رأسا تذكرت هيئة النزاهة النزاهة تتألف هيئة من مجلس النواب من عدة أعضاء وإلها رئيس تقول إلها هدسة من 2003 من 2005 والحد هذا اليوم ما شفنا هيئة النزاهة حاكمت لها واحد حالة واحد للقضاء انحكم عليه انسجن انعدم طلع براءة تصادرت أموال المنقولة وغير المنقولة وانسجن ما شفنا تقول أبد نهائيا فقط فايلات نسمع وحيل الفايل الفلاني للنزاهة وحيلة فلان وحيلة علان وحيلة تقول بس وحيلة واحد يعني هدسة هاي الفايلات تشغسر بالنزاهة تقول آني اللي دسأل أخوي السيد السوداني يعني هاي صحيحة هذا العمل هذا التصرف صحيح زين ذول اللي دتحيلوهم إذا هم أبرياء ليج دتحيلوهم وليج دتخلوهم فايلاتهم عدكم وإذا كانوا مجرمين رأونا القصاص العادل رأونا القصاص خلينا نشوف نحكم يحكمون يحكم القضاء على فلان وعلان وفلان وعلان بالسجن ومصادرة الأموال ماكو احنا مدن نشوف هذا الشيء والباقي عليك استاد واني أشكرك وجزاك الله إلف خير وأشكر قناتك الحلوة الرائعة حقيقة وأشكر كل المشاهدين والمشتركين أولا أختي العزيزة احنا نقدم للجزيل الشكور والاحترام على مساهمتك ومشاركتك وانا احنا نذكر يعني السيد المالكي يعني قال عدة مرات فلان عليه فايلات وفلان عليه فايلات إذن ذول عليهم فايلات يعني احنا نسأل انتوا أنا أسأل الإطار كل الإطار أسألهم الآن إدي يحكمون هم الإطار ليش يغلطون ويخلون الناس تحكي بأغلاطهم يعني مثل ما تقولون يطون لزمة على نفسهم يصيرون كمش ليش يغلطون حرامي لتصير من الصلطان لتخاف انتوا الآن هاي الأغلاط اللي تقولون بيها اللي دا تقومون بيها انتوا بإيديكم يعني انتوا دا تطون نفسكم لقمة سائغة لأعداكم أعداكم الآن دا يحشون بيها يقولون من 2003 إلى حد الآن مئات آلاف عشرات الآلاف من الدعاوي الفساد الرفعت إلى هيئة النزاهة ولكن شن تسوتها هيئة النزاهة ليش تخلون الناس تحجي عليكم ليش ما تحاكمون الناس السراك وكافئوا وكافئوا الناس الشرفاء الجيدين بالدولة سواء كانوا من الإطار أو من غير الإطار مستقلين أو من أحزاب ثانية مو المهم المهم هو عراقي أكرمة أكرمة وأقول هذا المواطن هذا الموظف هذا الموظف نزيه وشريف وتكافئة مبلغ من المال وعطاء إجازة إكراماً لأمانته ولإخلاصه والسيئة عاقبة حتى الناس تقول لك يابا شوف ده يعاقبون المسيء تذكرون السيد مسعان الجبورش يقول يقول إحنا بالنزاهة نطلع فايل شخص نخابر نقول له يابا راح نطلعنا فايلك فهو يقول لنا يابا أنا راح أدزلكم واحد يدزلنا شخص نتفقويا على مبلغ معين وهذا المبلغ المعين شو وين يدزلنا ياه بيها دولة من دول الجوار من أي دولة من دول العالم وانضم الفايل يعني المفروض حتى السيد مشعان الجبوري أن يحال إلى القضاء هذا اعتراف صريح يعني هسه احنا مريد نحيل مشعان أو غير مشعان انتو يا أخواننا لا عزاء بالإطار ليش دتغلطون وتطن نفسكم يعني تطن كمشة على نفسكم يعني يعني هاي أغلاطكم تخلي الناس تحتي عليكم ده أول ما يحتيون عليكم هم المؤيدين والمناصرين لكم أنا أول واحد أحتي عليكم أنا اللي مؤيد الكافة أحزاب الإطار كلكم مأيديكم احنا ومأيدين النظام السياسي الجديد ولكن هاي أغلاطكم اللي دتغلطوها غير ننبهكم عليها غير نقولكم يا با هاي أغلاطكم احنا مو جاي نسقطكم احنا جاي نفيدكم جاي نقولكم هذه أغلاطكم الناس الشارع الشارع ده يحتي عليكم التجمعات الفصول العشائرية من يقعدون كلهم يحتيون بهذه الأشياء اللي يرايح للعمرة اللي يرايح للحاج بالمقاهي بكل مكان يقول لك أشو فايلات وحلنا إلى النزاهة وإلى النزاهة وصار مئات آلاف عشرات الآلاف من 2003 إلى هجسة لجان النزاهة جدا السوي يعني شنو أعضاء مجلس النواب يأخذون هذا الراتب شنو مدافتهم وخاصة لجنة النزاهة هي لجنة النزاهة محتاجة إلى نزاهة يا أخوان كافة ترى بعض والله لعبتوا نفسنا والله العظيم لعبتوا نفسنا من هاي الأغلاط يلا يا أخوان ما ريد أطول عليكم نقولكم مع ألف سلامة وعاش العراق ترجمة نانسي قنقر